كابت سعيد الششيني كان له دور بارز الحقيقة فيه صعود نادي المقاولين للممتاز وإحرازه البطولات الكبيرة دي وجوده كابتن فرقة طبعا قائد كبير في الفريق لعيب كبير مميز جدا جدا عنده مجهود كبير جدا في نص الملعب بيتمايز طبعا بالتصويب القوي جدا من أي حتة في الملعب سواء كور متحركة أو ثابتة وبالذات كور السابتة اللي أحرز منها أهداف كتيرة جدا جدا قدرت تحقق بطولات لنادي المقاولين العرب كابتن سعيد كمان بعد ما بطل يمكن هو بطل سنة يمكن سبعة وتمانين أنا رحت لنادي المقاولين سنة تمانية وتمانين ما لحقتش أن أنا ألعب معنا ما حضرت طبعا المباراة اعتزاله والعلاقة يعني امتدت بقى بعد كده بينه وبينه مسك طبعا في قطاعات قطاع ناشئين تعالنادي المقاولين العرب فترة كبيرة جدا وكان من المميزين وخرج أجيال كبيرة جدا جدا لنادي المقاولين أبرزهم طبعا فخر العرب وفخر مصر محمد صلاح ومحمد النيني يكفي أنه طلع الاسمين الكبار دولت بعينه طبعا المميزة اللي كان بيختار بيها اللعيبة نادي المقاولين العرب أو قطاع ناشئين المقاولين العرب اللي هو كان فترة من الفترات رئيسه يعني حقق بطولات كتيرة جدا جدا عنده خبرات كبيرة جدا في مجال البرائم والناشئين ده اللي خلانا نقدر يعني كلنا الحظ ونضمه لفريق طبعا منطقة القاهرة ويبقى رئيس لجنة البرائم عشان نستفيد بخبراته وطبعا التاريخ بتاعه كمدرب في أنه يفيد معانا طبعا منطقة القاهرة وقطعات الناشئين ومسابقات الناشئين والبرائم عندنا في القاهرة هو كابتن سعيد طبعا يعني يمكن قربنا من بعض أكثر لأنه فيه فرق شوية بالسن هو أكبر مني شوية يعني شوية كبير قوي يعني بس ماشي الحل فيمكن قربنا من بعض أكثر لما بقى متواجد بقى له سنتين معانا في المنطقة والحقيقة طبعا شخصية ودودة جدا والناس كلها طبعا بتحبه ملتزم جدا في شغله عام حق نجاحات كبيرة والحاجة اللي ما تعرفاش بقى الناس عنه أنه هو يعني في موضوع المطبخ بقى أنه هو يعني راجل طاهي ماهر يعني وبذات في الأكلات اللي هي السمك والسيفود عشان كده بقوله يعني بابعت الرسالة قدام الكابت المصطفى عبدو وهي رسالة طبعا دي مسجلة والناس كلها تسمعها على الهوى يعني يعني ما تنسناش يا كابت سعيد فيه كلات السمك والجنبري اللي بتعملها في العين السخنة يا ريت ما تنسناش أنا وكابت المصطفى عبدو يعني ايه حكاية ده هنتكلف في الطبخ هنتكلم كتير قوي اه لا بنا بقول عدريتك يعني كابتن حشيش من الشخصيات المحترمة جدا جدا اللي أنا تعملت معهم وبعدين أنا معهم في منطقة القاهرة دلوقتي ماسك ماسك لجنة البرائم في منطقة القاهرة ومن الناس المحترمة للواحد عشان لو ألعيب كورة يعني فيه تفاهم طبعا معه كويس يعني